انتقد عدد كبير من المختصين في مجال السمعية البصري تصرف مكاتب صبر الأراء في شهر رمضان باعتماد غالبها على ممارسات غير أخلاقية أساسها المال الفاسد بشعار الصدارة لمن يدفع أكثر نتابع هذا التقرير انتقادات حادة تصرف مكاتب صبر الأراء منذ بداية شهر رمضان والسبب لموضوعية الأرقام التي تقدمها حول نسب مشاهدة البرامج الرمضانية على مختلف القنوات المحلية والدولية أنا شخصياً نطعن في هذا الشيء لأنه أرافض الآن هذه النتيجة الربع أيام اللولة يحطك قناة نوميديا تيفي 14 يام ولا حاجة وبعد تشوف البروغريسيون هكا مرة الربع أيام يحطك الثامن ولا التاسع ولا حاجة مرة هكا كيفي يديرك ويت يام ولا ناف يام بس حفل الثلث يام اللولة صحي يتصفى اللعب صح سيبون خيروا لك وبعد جكرواك لهذه الاستاتيستيك هذو يحبسوا في أسبوعين أمثلة كثيرة عرض حقيقة عمل مكاتب الدراسات المختصة في نسب المشاهدة أكثرها إثارة للغرابة سلسلة رمضان في المريكان الذي يبث على شاشة نوميديا أحد المكاتب لم يتحدث عن وجوده أصلا في باقة البرامج الأكثر لمشاهدة في حين تشير إحصائية موقع يوتيوب الأكثر مصداقية أن نسبة المشاهدة للسلسلة فاقت ثمانية ملايين في أولى أيام رمضان كيف حاجة لو تبعوا غير ربعية من الأولى توقع المعهد توقع المشاهدة لأنهم يسمونها جو توقع المشاهدة توقع المشاهدة هذه هي طارطة توقع توقع طارطة لكن المنعرج الذي يرى فيه الجزائر يرى أن نخرجهم لأكوروبسيون ونبدل العقلية وكذلك نبدأ بهذا المهم وهذه من تحت للفوق لا شيء يتنحى وقاع سيكون يتنحى وقاع أنا نفرح الشعب الجزائري هذا من يفرح بيك ويقول تتوني حاجة مليحة مكاتب لا تراحي المستقية في دراساتها حولت المهنة إلى ورشات للفساد والتدليس بمنطق المال الفاسد الغلبة فيه لمن يدفع أكثر